خياران يحلهما مر يواجهان الحكومة الإيطالية الاستقالة أو مواجهة مذكرة حجب الثقة على هذا النحو تسير حكومة جوسيب كونتي التي أتمت بالكاد 14 شهرا منذ مباشرة مهامها عقب انتخابات أفرزت صحوة اليمين المتطرف في البلاد تتجه الأنذار إلى زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني مهندس تمرد الذي يرى نفسه رجل المرحلة القادمة في إيطاليا من خلال استعداده نصف التحالف الحكومي بسحب وزرائه السبعة المنتمين لحزب الرابطة وهي الورقة الحاسمة التي يراهن عليها وزير الداخلية الحالي ما دامت الرابطة لا تتوفر سوى على 58 مقعدا من أصل 319 مقعدا في مجلس الشيوخ أزمة الحكومة الخامسة والستين لم تجدي معها نفعا وساطات الساسة الإيطاليين كمقترح الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية رومانو برودي اقترح تشكيل حكومة مؤيدة للاتحاد الأوروبي في حين اقترح رئيس اللوزراء السابق ماتيورينزي حكومة مؤسسات تضم كل من الحزب الديمقراطي وحركة خمسة نجوم مع إبعاد رابطة سالفيني وهو المقترح الذي اعتبره وزير الداخلية الحالي خيانة للشعب الإيطالي ترجمة نانسي قنقر